تسجل البصرة أعمالا تخريبية وسرقة استهدفت خطوط نقل الطاقة الكهربائية فيها وكان آخرها التخريب الذي طال خط الطاقة الذي يغذي ناحية سفوان بالكهرباء من خلال حرقه بإطارات السيارات ما أدى إلى انقطاع التيار هناك بشكل تام ويتزامن ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة ومحاولة الحكومة زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي اتعرض أحد مسارات مغذياتنا القابلوات في جنوب البصر في منطقة سفوان إلى عمل تخريبي متعمد بوضع إطارات فوق القابلو وحرقها يعني لا نعرف كيف نصف هذه العمليات الإجرامية الجبانة لبعض الشرادم المختلة نفسيا ومختلة عقليا تقوم بهكذا أعمال وتؤكد الحكومة بأن الاعتداءات التي تطال المنظومة الكهربائية هدفها خلط الأوراق وأحداث صراع بين الكتل السياسية الحاكمة هنا إلى جانب تأجيج الشارع بعد حالة الاستقرار في الكهرباء الوطنية رغم وجود مشاكل فنية فيها تظهر بين الحين والآخر بالفعل هناك بعض النوايا لمحاولة خلط الأوراق وبالتالي إيجاد نوع من الصراعات بين الكتل السياسية ومن ثم تأجيج الشارع المشكلة هي موجودة فعلا مشكلة في الكهرباء رغم هذه الاستقرار في المقابل تتحدث لجنة الكهرباء الحكومية عن عدم قدرة شرطة الطاقة على حماية خطوط النقل والمحطات الانتاجية والتصدي لأعمال التخريب نتيجة لقلة أعداد منتسبي هذا الجهاز الأمني قياسا بحالة التوسعة الحاصلة في شبكة الكهرباء الوطنية شرطة الطاقة بصراحة الأعداد المتوفرة غير كافية لحماية المحطات لا سيما تشهد محافظة البصرة فتح محطات سواء محطات تحويلية ومحطات متنقلة ومحطات توزيع كذلك محطات انتاجية إلى ذلك وجه ديوان المحافظة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الأعمال التخريبية التي تعرضت لها خطوط نقل الطاقة أسئلة كثيرة ربما تجيب عنها التحقيقات الجنائية عن الجهة المستفيدة من تخريب منظومة الطاقة الكهربائية في ظل هذا الوقت الحرج سعد قصي الحراء مدينة البصرة